السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم والسمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان كما أرحب دائما بفضيلة الدكتور المحترم الحاج محمد الفيد أستاذ باحث متخصص في التغذية والزراعة أهلا بكم دكتور أهلا وسلم في حلقة هذا المساء اخترنا الحديث بإذن الله عن ثمرة عجيبة لذيذة حلوة الطعم مغدية ومرطبة للجسم هذه الفاكهة هي التين الشوكي أو الهندية كما نقولها بالدارجة العامية المغربية أما فوائدها الغذائية والصحية فقد أكد الخبراء أن ثمرة تين الشوكي الناضجة تحتوي على نسبة حوالي 14% من وزنها سكريات 1.5% من وزنها بروتينات ونسبة مرتفعة جدا من فيتامين A وفيتامين C وكمية متنوعة وكافية لاحتياجات الجسم اليومية من حمد الجلوتانيك وحمد الليمون وحمد التفاح وحمد الأوكزاليك بالإضافة إلى مقادير كبيرة من الأملاح المعدنية المختلفة وخاصة الفوسفور والكالسيوم وثمار التين الشوكي أو الهندية هي الفاكهة الوحيدة التي لها فعالية حقيقية في مساعدتنا على هدم المواد الدهنية ووجبات الطعام الدسمة أما أهم الخصائص العلاجية فقد اتضح علمياً أن للبذور السمراء الموجودة بداخل ثمرة التين الشوكي لها تأثيرات إيجابية فعالة في التنشيط الطبيعي لجدران المعدة والأمعاء وأن لمحتويات الثمار فوائد ملينة ومنظفة فائقات الجودة للجهاز الهدمي لدرجة لا يمكن مقارنتها بأعظم العقاقير الصناعي في العالم وبناء على ذلك يعتبر تناول ثمار التين الشوكي أو الهندية أفضل طرق الوقاية والعلاج لحالة عسر الهدم والإمسك إذن لن أطينا عليكم مستمعي الكرام للمشاركة في المرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الهاتفية التالية 05-37-68-51-00 أو 05-37-67-27-26 أعيد 05-37-67-26 دكتور محمد الفيد في الحقيقة تفاجأت كثيرا عند الطلاع على فوائد هذه الفاكهة وأيضا ارتباطها الدقيق أو الوثيق بالجهاز الهدمي وأيضا بمرضى السكري كيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم بما أن هذه الفاكهة فاجأتك كما تفضلت فأريد كذلك أن أبدأ بكلام الله سبحانه وتعالى بقول الله فسبحان الله هذه الأشياء التي خلقها الله لا يسعني إلا أن أقول ما قاله الله في سورة اللقمان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا التين الشوكي أو الهندية أو التين الهندي أو التين الكوماتري يعني باللغة الأمازيغية أكناري نعم هذه الفاكهة حاطها الله بأشواك وجعل فيها نوى يعني بداخلها نوى حادة جدا ويجب أن تكون حادة وسنرى لماذا بداخلها نوى حادة حادة كسكين هذه النوى ثم أحطها بأشواك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وأن كل هذه الأشياء يجب أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه الأشياء وينظر هذا البشر كيف يتعامل معها وكيف يعني كما يقول في سورة يوسف وكأي من آيات السماوات والأرض يمرون عليها وعنها معرضون فكثير من الأشياء نمر عليها ونحن عنها معرضون لا نتدبر ولا نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى مع العلم أننا نؤمن بأن هذا الكون كله خلقه الله سبحانه وتعالى للبشر وزينه وخلقه بتوازن وفيه متعة وفيه كل شيء وحتى تعبير القرآن وتعبير فيه جماليات من كل زوج بهيج ويتكلم على تمرات مختلفة نلوانها ويتكلم على هذه التعابير يعني حتى التعبير جميل تين الشوكي أو الهندية مع الأسف الشديد أن المغرب من أكبر البلدان المنتجة لهذه الفاكهة والمغرب أكثر من يعني إنتاج المغرب هو إنتاج فوق بعض الدول ولو أن الكتابات الآن التي نجد على شبكة العنكبوتية وحتى في بعض الكتب وحتى في بعض المؤتمرات أن كثير من الناس من قالوا بأن أصلها من المكسيك وخطأ تاريخي لأنه نعم خطأ كبير لأنه لا يمكن أن يكون أصلها من المكسيك خير منطقيا هكذا لأنه إذا رأينا القارات وإذا رأينا الخلق وإن بدأت الحضارة فالحضارة بدأت بالأرض التي نزل فيها الوحي ثم أن التمار كلها كانت في الشريط الممتد من فلسطين إلى شمال يعني إلى العراق حتى إلى إيران هذا الشريط الممتد يعني من جبال الطور يعني في فلسطين هي والأردن وسوريا وعني حتى لمتدت هذه الأشياء الحوض البحر الأبيض المتوسط إلى المغرب العربي لأن دائما كانت تحركات الإنسان من شيء بجزيرة العرب إما في اتجاه البلقان إما في اتجاه تركيا أو في اتجاه المغرب العربي والمسلمون سلكوا هذه الطريق يعني عبر طرابلس ووصلوا إلى تونس إلى الزيتونة ثم إلى القاروي هذه الفاكهة هي أصلها شيء بجزيرة العرب وهي موجودة في كل القارات وأصلها هو القارة هي الكرة الأرضية وليس أصلها المكسيك توجد في المغرب منذ أن خلق الله الأرض ويعني في جميع المناطق ليس في أي تبامران فقط وإنما في جميع المناطق المناطق الجبلية والمناطق في السهول هي تنبت في أي فأي هي لا تنبت إلا في التربة التي لا تصلح لزراعة وهي تتحمل حرارة لأنها من المشوكات والنبتات المشوكة هي النبتات التي تتحمل حرارة مثل الطلح مثل السيدر مثل هذه الأشياء هي مثل صبار هذا يعني الدرقة هذه الصبار هنا هذا التين شوف نعم يمكن نسميها الصبار نعم ومع الأسف شديد الاستهلاك في المغرب لا زال متدنيا لا زال ليس استهلاك بالقدر الكبير نحن لا نصدرها ولا نريد تصدير يعني لا نريد تصدير يجب أن نستفيد منها نعم خلقها الله سبحانه وتعالى للمغاربة يجب أن يستفيدوا منها عوض أن نصدر هذه الفواكه الجميلة القوية الطبيعية التي لا تتخضع للمبيدات ولا لأي شيء ثم نستورد فواكه أخرى خاضعة للمبيدات فأظن أن الآن في إطار المغرب الأخضر يجب أن ننتبه لهذه الأشياء بكثير خصوص مستقبلا يجب استراتيجيتنا الإنتاجي يجب أن ننتبه لهذه الأشياء فالمواطن والمستهلك والإنسان المغربي أولا قبل كل استراتيجية وقبل كل شيء فالتين الشوكي أو التين الهندي لونه أصفر واللون الأصفر يميل إلى البرتقال شيء هو ممزوج بالبرتقال والأصفر لأن البرتقال لون الغنى ولون السعادة واللون الأصفر ولون الغبطة والسرور يجتمعان هذا وهذه الفاكهة تعجب في النمس وكل الأشياء التي أعطاها الله لونا أصفر يتعجب في النمس بحل المشماش بحل المزاح بحل المزاح بحل المسائل هذه أشياء الصفراء تجلب النظر إليها ثم هذا التين الشوكي هو رغم أنه ينبت في المناطق الجافة ولا يكون بمردودية كبيرة إلا في السنوات العجافة لماذا؟ لأنه يصلح للماشية كعلف هذه الضلفة تصلح للحيوانات كعلف ثم التمار للإنسان وهي الفاكهة الوحيدة التي تمتاز بالبروتينات لأن فيها 1.4 إلى 1.6 بروتينات قد تصل إلى 2% بروتينات وهي الفاكهة التي تضاهي العنب في تركيز السكرية 14 العنب عنده 15 حتى 16 كان أنواع العنب تصل إلى 18 نعم هي أقوى يعني تركيز السكر فيها كتر من المشماش وكتر من الفوائل ولماذا ينصح بها؟ نعم سنقف على هذه لماذا؟ لأنها ولو أن فيها سكريات مرتفعة فأنواع السكريات فيها أنواع كثيرة فيها الفريكتوز والمالتوز والليكتوز ففيها السكاروز وفيها أنواع جيدة وفيها أنواع الفريكتوز لا يحتاج إلى أنسولين مع العلم أن السكرية الأخرى هي فيها مادة تشبه الأنسولين هي الهندية التين الشوكي فيه الأنسولين دياله حاملها معها أن الأشخاص الذين يأكلوا 4 أو 5 ديال الحبات ديال الهندية لا تضر طبعا لأبحاث علينا أبحاث أجرية في هذا الإطار يعني في إطار ديال ميدان الغدائي وكي منشورات حول هذه الأشياء في شبكة العنكبوتية أن الهندية لا تضر أصحر السكري ولكن بدون إفراط طبعا بدون إفراط وبدون أن تجمع مع سكريات أخرى لأن الناس ديال السكري كيشوفوا غير واحد الحاجة اللي كيلوحوا على التهمة يعني حتى الأطيبة الآن ما كينسحوش بالهندية لماذا؟ لأنها حلوة والهندية لا تضر أصحاب السكري بالعكس هي تساهم في ضبط السكر هذه غنية بالبوتاسيوم وغنية بالكالسيوم وغناها بالبوتاسيوم يجعلها تدخل في الأشياء التي تضبط التوازن المائي بالجسم وكذلك تخفض الضغط عند الناس لعدهم مشكلة لارتفاع الضغط وجميع الأشياء التي يرتفع فيها البوتاسيوم هي تصلح لأصحاب السكري لأن أصحاب السكري يجب أن يكون الدم ديالهم خفيف ما أمكن يمنع الكوليستيرول على أصحاب السكري الشحوم الدسمة يعني اللحوم الدسمة وينصح بالأشياء الغنية بالبوتاسيوم خصوصه أن أصحاب السكري تجتمع عندهم أرتفاع الضغط يعني كثير من نصف ديال الناس اللي مصابين بالسكري عندهم في نفس الوقت ارتفاع الضغط يعني يجتمع ارتفاع الضغط مع السكري فتصبح هذه الهندية هي فاكهة مميزة علاوة على ذلك لما يكون ارتفاع الكالسيوم والفوسفور يجتمع مع البوتاسيوم فهذا اللي نسمعه وحنا في علم التغذية غداء مثالي لأمراض القلب والشرين وغداء مثالي لهذه الأمراض للسمنة والكوليستيرول والتريغليسيريدات وهي الهندية من الفواكه التي تخفض الكوليستيرول في الجسم يعني بوحدة سرعة فائقة هي من الفواكه التي تدي بالنقرس كذلك هذه كبير اللورات حمد ليوريك التي تتكون عند الأشخاص التي تكون عندما نقرس ولماذا؟ لأنها فيها حمضيات عضوية كما تفضلت في المقدمة أنها فيها حمد القليك وفيها حمد السيتريك وفيها حمد الماليك وحمد التارتريك حمضيات عضوية هذه الحمضيات العضوية هي التي تديب هذه البلورات وهي التي كذلك تديب حتى بعض الحصاء على مستوى المرارة والكيلية والكيلاء هذا التين الشوكي لماذا قلت أنه فيه عظام صلبة وحدة؟ هذه النواء الداخلية هي عند واحد مفاعلة ميكانيكية يعني داخل في الأمعاء كنا لاحظوا على أن الناس من اللي يكتروا الهندية يكون عندهم واحد لإمساك حد خطير ربما يؤدي إلى الموت يعني كنا مع هذه الحالات تصاب فيجب أن تمزج مع فواكه أخرى مثل التين مثل خبز أو حساء أو شيء إلى تناولوها الناس لوحدها يكون خطر فيجب على الأمهات يحضروا منها عصير يطحنوها ويصفرواها بالمصفات يحيدوا هذه الحصاء اللي فيها الداخل النواء الداخلية ويعطيوها الأطفال على شكل عصير الكبار لا بأس يلأخذوا حتى العشر حبات لا كانوا مشكلة إلا كانوا بعد الأكل من الأحسن يكون معهم أكل لماذا؟ باش ما يوقعش ذاك الإمساك لهذا الصلب اللي غادي يكون في القولون وهذا يعني عفو هذا الحادث الميكانيكي أننا نبعد دور ميكانيكي أنها بحلكة الأمعاء من الداخل بحلكة تقشر عليهم هذك الهيميكيس وحد الأشياء تتكون باش هذك الخلايا كيتعروا وكيوللي وحد تبادل أحسن تيوللي خلايا نشطة جدا ثم الأشخاص مثلا اللي عندهم أمراض يلقونون ممنوع لهم هذة تين شوكي أشخاص اللي عندهم الكولوباتي فونكسيونيل والأرسي أشو الكرون هذة الأمراض الثلاث وحتى البواسير البواسير لأنه لداره قبض غادي يكون كاريتا هذة الأحسن ما يأكلوش الهندية ولا يأكلوها مع الأكل ولا يأكلوش ولا يأكلوش ولا يأكلوها على شكل عاصير أحسن يأكلوها هذك البودور بالباسوار ثم يرشحوها على هذة المصفات راكيين الأواني الحمد للله كينين بعض الناس دكتور كيف البادي أنا شفتهم يعني كي يأكلو الهندية الصباح مع الخبز وهذة مغدلوش نعم يأكلوها مع الخبز يكونوا الفيبر يكونوا ألياف خشبية باش موقعش هذك الإمساك الحاد وهي كتزامن مع التين العادي تين العادي الكرموس الكرموس هي كتزامن وكتكال مع العنب ومع الكرموس هي كتجانس معها جيد نعم تتخذ أكيد لأن الألياف الخشبية اللي كينة في العنب والألياف الخشبية اللي كينة في التين الأخر تين العادي إلا تكالت معها هذه الهندية تين الشوكيدة تحتها بالنسبة للأطفال لا يكون أي مشكلة ويمشي كذلك مع حساء الشعير حساء الشعير كذلك جيد يتجانس مع هادئتين الهندين نكمل المكونات الهندية لأنه قلت فيها فلافونويدات لأنها صفرة وكما تفضلتي أنها غنية بالفيتامين A وكتجتمع فيها الفيتامين A مع الفيتامين C لماذا؟ لأن الفيتامين A تدوب في الدهون والفيتامين C تدوب في الماء فكلتين الفيتامينات هذه الاثنين أو C هما مضادات للأكسدة لأن الأشخاص الذين يكترون الفيتامين A أو الفيتامين C ليس هناك سرطان خصوص فيتامين A هو يكبع سرطان رئاء عند المدخنين لماذا؟ لأن المدخنين يكون عندهم حد نقص في هذا الفيتامين يتناولون فواكه ملونة باش يعودوا هذا النقص في الفيتامين A والفيتامين A أو الفيتامين C هما مضادات للأكسدة والحافظات من السرطان لأن كل مضادات للأكسدة هي حافظات من السرطان أزيد على ذلك الفلافونويدات أخرى يعني اللي موجودة في التين وبعد أثر المكونات التي تلعب دور الأنسولين بالنسبة للأصحاب السكري لأن الدراسات اللي دارت الأصحابيني أن حتى العلماء يعني أنتي كما أشرت في البداية أنك تفاجأتي حتى العلماء في البحث ديالهم تفاجئوا خصوص بالناس اللي عندهم السكري تفاجئوا وتفاجئوا أكثر الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط لأن العصير ديال الهندية اللي كانوا كاعداء والمرضى اللي عندهم ارتفاعها أنه خفض الضغط يعني أنها غنية بالبوتاسيوم جداً والأشخاص اللي عندهم سكري وارتفاع الضغط كانت الحالة ديالهم أحسن ولكن دائماً بدون إفراط وبدون أن يجمعوها مع سكريات أخرى لأن الهندية هي في صف ديال الحوامد مثل البرتقال ومثل التفاح ومثل الرمان بالنسبة للسحاب السكر ما كانش مشكلة رغم أن بعض الإشاعات سمعت أنا شخصياً بعض الإشاعات أن أشخاص سمعوا بأن نصائه أعطيت حول التين الشوكي وأكلوا التين الشوكي وصعد لهم التركيز السكر هذه إشاعات كاذبة وباطلة لأن البحث العلمي لا يستحي من أحد لا البحث نعم العلم لا يستحي من أحد فالنتائج العلمية الآن ولت شبكة عن كابوتية لا يمكن أن يأتي أحد بباطل فالبطاطة الحلوة والبطاطة القصبية والتين الشوكي هذه أشياء يأكلوا أصحاب السكري بدون إفراط لا البطاطة الحلوة غيري يأكلوها بزاف لا كانش مشكلة لأنها فيها الفريكتوز هي فيها الإنولين والإنولين فيها الفريكتوز بطاطة القصبية هي فيها الإنولين هذه معاش مشكلة لذي أشياء العلم كما أقول لا يستحي من أحد إذا كانش أحد قرف واحد السنوات دي السبعينات والأستينات ما واكبش يعني العلم فطبعاً يبقوا عند ذلك النصائح القادمة لا يسمع بطاطة حلوة ركاد لكن البحث العلمي الآن وقف على أن البطاطة القصبية والبطاطة الحلوة كانت تعطى للناس قبل ما تكتاشف الأنسولين فمن الناس ما خص غير المعلومات تكون مطوحة وما يكونش أي نصيحة ولا من أي أحد هذا هو الـ إذن دكتور إلا سمحت معنا أولى المكالمة في هذا اللقاء نحررها ألو السلام عليكم السلام عليكم الإسم الكريم سيدة فاطمات فضلي مساء الخير الله يبرك فيك شكراً شكراً على أنكم تتحق فرصة لنا مرحباً بالنسبة للهندية الزعبول هي أسماء مغربية لنباتين الشوكي أو الصبر هو نبات وافد على العالم العربي من أمريكا تماره مغضية وقابضة لكثرة بودورها تتصدر بسيدادة الأمعاء ولكن كي نستفدوهن تمارهن بالرغم هذا مستفيدة الأمعاء ممكن نستعمل العصير ونستفدو منه طبعاً نعم أكيد هل لها نفصل مفعول يعني العصر ديرو ما يخسرش ما يتأكسرش وهذا فعلا هذا البحث اللي ذكرت عليه اللي تتكلمت عليه أنها تخصد نسبة ثقر في الدم إنه ممكن أننا فعلاً أننا تعطاوهن نستفدو منه نعم وفعلاً نحصل على نتيجة نعم فعلاً أكيد هذه حسب المعلومات نعم نعم لأنني لم أتعمد في البداية في مقدمتي لم أتعمد لأقول بأن الهندية ليس أصلها أمريكا اللاتينية لم أتعمد ذلك هذا خبر كاذب والحمد لله أنتم هنا لتصحح بعض المفاهيم هذه معلومة كاذبة لأنا لأن أنا شخصياً في بحثي العلمي أبحاثي العلمية كلها دائماً أجيد في مقدمات دائماً في مقدمات دائماً في مقدمات لأنه طيب أصله عربي بعدها أولاً يعني أول صيدة اللي فتحت في العالم كانت في مدينة فاس يعني فابن البيطار كان مسلم فهذه الأشياء يعني ما عابش علاش كيفاش نصله منها بهكذا يا سيدتي الكريمة الصبار ليس أصله من أمريكا اللاتينية الصبار أصله شيء في جزيرة العرب وأفريقيا الشمالية وقد لأن لم يكن هناك تواصل بين أمريكا اللاتينية والبلدان المغرب العربي إلا في الاتجاه إسبانيا أمريكا لما فتح المسلمون الأندلس وعبر الإسبان إلى أمريكا اللاتينية يتتكلم إسبانيا وهم الإسبانوم والذين حتى البرتغالية حتى البرتغال في البرازيل في البرازيل فالأشياء ذهبت إلى هناك ولم تأتي من هناك ثم أن شوف مثلاً هذوك جزر الخالدة اسمه اسمه بفرنسي يليزي الكاناري لاس كانارياس هذو أكناري هذو كلمة أكناري جاية من هذوك جزر الخالدات يعني اسمية ديالهم بالإسبانية أكناري وحتى بالشلحة ديال أيت بعمرانت يقولوا أكناري سوسية كلمة الزعبول تقال في قصب التادلة في بني ملال والنواحي هم اللي يقولون الزعبول كين مناطق أخرى ولكن في دكالة في حمار في الشوية كنقولوا الهندية ولكن هذا الخبر يا سيدتي الكريمة هذا الخبر ليس صحيح أن الهندية أصلها دول أمريكا اللاتينية بالأكسة أصلها شي بجزيرة العرب وأصلها بلدان المغرب العربي موجودة حتى في الهندية موجودة في أي علاش اسمه التين الهندي وهي أصلها من أمريكا اللاتينية هناك خطأ تاريخي ولا لأن الناس كيوتقوا دائما وكيحاولوا ما أمكانهم يدخلوا الش التوتيق العربي لا تجد باحث أمريكي ولا غربي يدخل التوتيق العربي أبدا دائما الباحثين يحاولوا يدروا يونان نعم نعم يدروا الحضارة البرتغالية والحضارة الإسبانية والحضارة اليونانية وكل شيء يوناني هندي صيني دائما كنت تجد من المغرب العرب والعرب كيف وضعوا الطب الغذائي هذه لا يوجد في أي منشور وحان الوقت بأن نظهر حقيقتنا وحان الوقت بأن نكذب هذه الأباطيل فأشياء عربية موتقة عند علماء العرب وعند الأطباء العرب وصبر هذا الصبار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الأنواع للصبار حيث الصبار يعني كذلك الصابرة ودخلها في حتى الألوى هذه الألوى ذرة فهي من نفس الفصيلة لأنه كلهم كان صبر والصبار ولكن الحديث دي الرسول الله عشر أرجح أن يكون الصبار لأنه ليس هناك صبر في جزيرة العرب كان الصبار فهذا العلاش الأخت حيث ربما خصوا حلقة حتى لهذه الأوراق ديال الصبار هذا الضلفة الهندية ولكن نعود لهذه الفاكية غنية بالمانيزيوم وبالمونغانيز ومادت المونغانيز معدن المونغانيز هو ضد العياء لا تخليش الجسم معي والمناطق اللي كانت في الهندية وكانوا الناس كيأكلوا الهندية كتير كانوا الناس ما كيعيوش كيخدموا عشرة تسويع في النار من منطقة الدكالة مرحة مناد منات بعد قصبتها دلاب هذو قاع مناطق يحتفى الضرب إذا أولاد حدو وكانوا منطقة هذه الهندية والهندية دي الولاد حدوما كتدخل حتى لشهر سعود يعني كتتأخر الهندية دي الأيت بعمران كتبقى حتى لشهر عشرة وكان الوان كان الهندية الصفراء والخضراء وكانوا واحد اللون دي الهندية عكرية وكان الصبار اللي ملس ما عنده الشوك وكان الصبار اللي عنده الشوك ما كانش فرق كبير في التركيب يعني هاد الفاكهة هي فاكهة ماشي غريبة هي فاكهة عجيبة جدا لأنها محاطة بالأشواك الناس ما كيزعموش على خصوص الأطفال الصغار وعلاش الله سبحانه وتعالى لشوك باش مياكلواش الأطفال الصغار لانا كتديل المقبض وكتديل المقبض وكان أطفال اللي ماتوا يعني في التاريخ هاد الهندية هذا كان خطير جدا ثم الناس الكبر هما لياكلوها ويعني التحك من هذا الشوك وخصك توجدها يعني فخصك تدير بعدها واحد باش الله سبحانه وتعالى هذيك المادة يبيعها لك بوحد تمان على الأقل تدير ذاك الجهد باش تحكها وتنقها وتقشرها وتأكلها ماشي تمد ذاك وتأكل علاش لأن القيمة ذيالها غالية الله سبحانه وتعالى خلق فيها أشياء لا توجد إلا في الهندية اجتماع الأوسي فيها فلافون ويداتو بوليفينولات فيها حمضيات عضوية فاكالسيوم فوسفور تركيب عجيب نعم فيها بروتينات واحد فاصلة ستحت الكنين بالنسبة للريادية الناس اللي كي مارسوا الريادة أنا أنصح يعني حتى الفريق الوطني باللي تكون عنده مباراة ويكون فصل الهندية تكون فصل الهندية باش يعطيه الفريق الوطني عصير الهندية بالعكس علاش لأن ما غديش يعيه وربما هذاك اللاعب يعطيه ساعتين وساعتين ونص بدون أي يعاية لأن معذن لا لأن فيها شوية بروتينات وفيها سكرية وأملح وفيها هذا المونغانيز والمونغانيز اللي كتعمل به الأنزيمات وكتعمل به حتى العضلات الحمراء ويزيد في الخصوبة هي الهندية كتزيد في الخصوبة المناطق اللي كانت في الهندية بكثرة ما كانش فيها عقم أبدا ما كانش معروف عقم في الدكالة ولا في حمراء ولا في الحامنة يعني في بنقرير وقلعة السراغنة وصخور الحامنة نعم أيتباع أمران أيتباع أمران كذلك الناس كانوا قولوا بحض الزمان فهذه المناطق وعندها ميزات أخرى بحال هذا العام هذا إن شاء الله ربما الهندية جمعا رمضان هي الهندية كتشبع علاش لأن هي كتحبس واحد الحاديث ديال القريلين لك اللي كيخل جشع في الإنسان من اللي كيلاحظوا الناس على أن من اللي كتكون في السنوات العجاف من اللي كتكون المجاعة كتكون الهندية بكثرة علاش لأن في المجاعة الناس كيأكلوا الهندية كيشبعوه فالأشخاص اللي بغين ينقصوا الوزن يديروا عصير الهندية يحاولوا هيئوا عصير الهندية ويشربوه في النهار خصوص في الوجبة الرئيسية مع الغداء فبلاسة عيواض الغداء يشربوه هاد العصير ديال الهندية مع الصباح يفترون ما كيش مشكل في العشية ياخد شور الشربة ولا ياخدوا شي حاجة ولا يشربوا ماء ولا أشاءاتي ولا شي غدا يلاحظوا على أن هذه الشحوم غدا تدوب لأن الهندية كتدوب شحوم يمكن يستعملوا الناس مثلا أنه من قصوم الوزن أكيد حتى النساء اللي كيتشكاهم من هذا الشكل مش السمنة الشكل للبطن لأن النساء عندهم واحد العقدة في الشحمة ديال البطن من اللي كيخرج كيبديع قدم شوية ولكن من الأشياء التي تديب هذه الشحوم وهذا الصبار صبار يديب الشحوم وإذا اجتمعت مع فواكه أخرى لماذا لا لأننا عندنا في المغرب الكرز حب الملوك وعندنا البرقوق البيض ولكحل وعندنا المشماش كذلك وعندنا الباباي سعود وعندنا الرمان فهذه كلها فواكه ملونة وكلها فواكه غنية بالفلافونوية التي تصلح حتى الأشخاص المصابين بسرطان أثناء العلاج لعدهم سرطان وحتى الناس اللي يأخذوا شيميو تيرابي راديوترابي لكثير من هذه الفواكه لأن مضادات للأكساد والناس اللي يأخذوا سرطان يأخذوا فيتامين سرطان في أمريكا يحقنوا فيتامين سرطان يحقنوا أي الدولة الوحيدة التي تحق فيتامين سرطان نعم أثناء العلاج لا يأخذوا الحقنة فيتامين سرطان 3-5 غرام فيتامين سرطان في اليوم هذه من العلاجات ليس جديد ودائما كان في أمريكا على هذا الشكل لأن البروتوكولات الآن لعلاجات على حسب الدول وعلى حسب الأبحاث وعلى حسب توفرها والتقنيات الحديثة التي كانت في البلاد فالفيتامين أو الفيتامين سرطان هي كابحة لسرطان الفلافونويدات وهذه السكريات وهذه الحمضيات العضوية وهي مغذية من فاش بروتينات بكثرة فيها واحد فصيلا في الوقت الهندية كترم الهندية وفي الوقت الرمان كترم من رمان أن الرمان عنده يكبح عنده الفلافونويدات لأنه الحمض الإلاجيك وحمض الطانيك من المضادات لأكسادات هي دخلة فهذه المواد الملونة فتا هي تكبح سرطان فشحال عندها من مزايا عندها مزايا نفسية أنك تشبع لأنك تحبس القريلين ناس نقصوا الوزن لذي نبغيش يأكلوا يحيدوا الشرح يأكلوا دائما نقصوا من الوزن ويقوموا كثير من الأشياء حتى الناس يغسلوا ديتوكس يعني يغسلوا الجسم لأن الهندية تكون في الحال سخون تشبع الناس يأخذوها في صحور إذا أخذوها في صحور لا أشعر لا أشعر لا أشعر لا أخذو داسيب وبروتينات وفي نفس ثم أنها جيدة لناس اللي عندهم أمراض حتى أصحاب السكري ما تضرهمش يعني الأخت قالت كتخفض لا ما كتخفضش ولكن لا تضر أصحاب السكري يعني ما كتزيج بالسكر في الدم يعني لا تضر باش نبقوا شوية واضحين لأنكين مع الناس غدين يسمعونها كتخفض السكر غدين باش تكون معلومة دقيقة هي من الفواكه التي لا تضر أصحكين فرق ما بين تخفض السكر باش الناس ما يعولوش على رأي ليا ليست علاج هي غداء باش نكونوا واضحين ثم الأشخاص اللي عندهم ارتفاع الضغط يحاولوا يقلوا من دسيم ولا يحبسوا سامي دسيم في هذا الفصل ديالهندية ويتناولوا هندية بكترة على شكل عصير إلا خافوا من القبض الحاد على شكل على شكل عصير ثم هذه الحاصة عنده واحد الأكسيون ميكانيك لداخل في القولون اللي كتخليت تزول واحد الأشياء التي تتكون في الأمع على شكل شحوم على شكل هذا كتتكون في الماء الغالي نعم كتتزولها نعم نعم كتتزولها لأنك تجردها ولكن الناس لعدم أشخاص وليعدم جروح على مستوى القولون ما الأحسن ما يتناولوها شو ولا ياخدوها عصير طبعا هناك ما كان هناك أشكال اللي ممكن تناولوا لها الهندية ما الأحسن الهندية يقشروها ويأكلوها لماذا؟ لأنه عندها واحد الجمالية التي تأكلها مباشرة من القشرة أما التي تقشرها وتأكلها صح مقشرة مصيبة الناس لا يأكلوها هكذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق هكذا يعني الإنسان إذا قطعها بالهوى الراس وبالسكين وكانها يأكل أحسن ويحس أحسن وربما طريقة التي تقشرها جميلة التي تجيب مقشرة ومقادة يعني مهيئة في الصحون يأخذو أو لا يأخذها لأنها يريد أن يزبيذ لأنها ملسة قليلا يريد أن نفس مأز منها قليلا وهكذا يعني الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأشياء في الطبيعة وعلم الإنسان كيف يتعامل معها علمه وكيف يأكل هذه الأشياء لماذا الهندية ذا فعل ولكن حتى هذه القشور تصلح للحيوانات لأنها تزيد في الحليب عند الأبقار وعند الماعز لكي يأكلها فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء مخلوق بحكمة فحسبتم أنما خلقناكم عابة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إله ورب العرش الكريم هذه الأشياء يجب أن نتدبر فيها وبما أن هذا الخلق مخلوق للإنسان وداخل في التفضيل وفي التكريم فيجب أن نستفيد منه وأظن أن كل ما يلزم صحة الإنسان ليس هناك نقص في خلق الله سبحانه وتعالى من أملاح ولا بروتينات ولا إشي ليس هناك نقص في خلق الله مع التلوث مع التلوث ومع استحداث بعد التقنيات فالأمريكي الآن كتشكه من نقص الفيتامينات في المكونات الفيتامينات نقص بخمسين في المياه في الهندية لا الهندية بقى طبيعية بقى طبيعية الحمد لله بالآن جاليزية ميدين مروكو إن شاء الله يستفيد من الناس نعم يكترون منه يستفيد منه لأنه أظن أنه الشيء الوحيد اللي بقي طبيعي بدون مبيدات إذن دكتور خديجة قصي بمخرجة البرنامج تشير لي بأن هناك مكالمة على الخط ألوث السلام عليكم ألوث السلام عليكم ورحمة الله الاسم الكريم من أي مدينة ربط أهلا بك لطيفة تفضلي بارك الله وفيك للا جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الله يبارك فيك للا بغيت بأن الموضوع دي الهندية سمعت بأن الصبار نعم كي يخفض نسبة دي السكاري بغيت نسول الدكتور جزا الله خيرا وشبيع لان ولا لا نعم شكرا سيدة العفو شكرا لكم وتموجزكم الله خيرا بارك الله وفيك نعم كنت يعني بسدد الحديث نعم كنا نتكلم على الفواكه دي الالتين والله وخلق هذا الخلق على هذا الشكل هذه الأدان هذه الدلفة الهندية هذه للحيوانات كانوا كيحكوا ويعطوا الجمال كانوا الجمال جمال وملكا كيعطهم ناس درق ما كانوا كيعطهم البقار ولا الغنى فالآن كين موضة وكين علم كين موضة وكين علم الموضة هي اللي خلت الناس طلقوا هذه الإشاعات أنه هذه الحاجة كتصلح لذلك المرض من بعد كيتبعها تجارة كيتبعها تجارة وهذا هو الذي لا نريده نحن لا نريده هذه الأشياء لماذا؟ لأن الأتمان غدا ترتافع وغدا يقهروا الناس غدا يقهروا عباد الله ويمكن يستعملوا بطريقة أشوائية المغرب لا تنقصه الهندية المغرب عنده فائد الإنتاج في الهندية والحمد لله أن كل شيء يأكل لا في المدينة ولا في البدية هذا هو الثمن طلع السنة الماضية الناس لاحظوا على أن الثمن كان فوق ما يبطيقه الناس لأنها تشلل الوحدة ما الذي تشلل الوحدة مثلا بذرهم ولا بذرهم وخمسين الوحدة الكيلو في ستة ولا سبعة يعني تقول لي بعض المرات تغلى من الفواكه الأخرى شعلا لما لا لأنه من توجه وطني لماذا لا تكون إن شاء الله إلا كانوا الناس سيستفدوا منها ولكن إلا كانت ستدخل لمضاربات لا إلا مشاوا الناس البادية ولقاوها وحبابهم عندهم وكالوها جيد ولكن باش نبدأوا هذه الإشاعات كما قال السيدة خفض السكري يا سيدتي هذه هي الإشاعات التي ربما تضر الناس يعني شخص سمع بإحنات خفض السكري سيقلب عليها وإحنات أكبر باعليه لا إله إلا فالأكل كله تخفض السكر ليس هناك أكل لا يخفض السكر الأكل كله غير الناس يعرفوا أيش نو تأكله يعرفوا الطبخ دياله ما يعرفوا المسائل الخضر كله تخفض السكر يعني جمع الأشياء الليف خشبية تخفض السكر مع هذا الأشياء الليف شوية سكر بحل باربة بحل خيزه هده الجذر والشمندر والبنجر هادهو نعم حلوين كي عرفهم ناس ولكن الخضر بحليفة المحفورة والقرعة و ليفة السفرة و ليفة البيضة او البطاة الحلوة البطاة القصبية والقرعة الحرشة والقرعة السلاوية والملوخية وهذا الكرومبل هده كلهم اشياء فيهم الياف خشبية و فيهم بطاسيوم املاح معدنية فيهم فيتامين ا او فيم فيتاميسية هده كلهم مش كي خفضوا السكر ولكن كيساعدوا اصحاب السكر الأشياء اللي كتطلع السكرية أشياء الحلوة طبعاً. كان بعض التومور كانت أشياء التي تطلع السكر بسرعة منها حتى الجزر. ومنها الدسم. الدسم هو. لأن الدسم في حمضية مشبعة. في شحوم مشبعة. وفيه كوليستيرول. كتكون مصاحبة بالكوليستيرول. من اللي كيكون كوليستيرول الدهم تتخن. تكون الدهم تخن. كنت تكون تصفية جيدة على الكيلية. كيكون مشكلة على مستوى الكيلية. وكيكون مشكلة على مشكلة على مستوى الدورة الدموية. الدم ما كيكونش في الويد. ما كيكونش خفيف. طبعاً. تركيز السكر كيطلع. لأن الناس اللي عندهم كوليستيرول. واللي عندهم تريك ليسيريد. لا يمكن السكر يكون واحد. يعني. ولو بالأدوية الله كيكون عندهم جوج. ولا واحد فاصلة ثمانية. يعني ما يقدر شيء. هذا. هذا دليل على أن هذه الأشياء. فباش نشدوا واحد المادة. ونقولوا لناس ركت خفض السكر. لا. يعني. لأننا غادي ندخله في المسا. إحنا كنت نتكلموا على التغذية. وكلا كانت التغذية سليمة وجيدة وطبيعية. وطبخ منزل. بزيت زيتهم. فطين في النحاس. أنا لا أظن أن كل الأمراض غني الناس لها يرتاحوا. ولكن هذا لا يعني على أن هذه الأشياء تحلوا محل العلاج. هذه الأشياء لا تحلوا محل العلاج. لازم الطب يبقى. ولازم يكون شوفات تبقى. ولازم الناس يعرفوا أشياء عندهم. باش يكون ترشيد وذكاء. ربما تأخذ واحد دوا وتعاون بها المسائل. إلا كانت صحتك على أحسن. طبعاً. الطبيب توا غادي حبص الدوا. لكن. مراقبة. ولكن باش الناس يعولوا على هذه الإشاعات وعلى هذه الأشياء. هذه. هذا ما لا نريده. خطأ. نحن لا نريد هذه الأشياء. كين بعد الناس دكتور اللي كيعاني ومن اللي إمسك. وكين صحوهم أنهم يتناولوا هذه الهندية. مع العلم أنك ذكرت قبل غير بأنها هي كتدير للإمسك. لا. لا. اللي عنده إمسك من الأحسن. لا. لكن أعرفهم زعمة شخصياً تجي معهم. كين على شكل عاصير ولا مع أكل آخر. إلا أخذينا الهندية مع فواكي أخرى ما كانش مشكل. نعم. إلا كان عندنا هندية مع فواكه أخرى. هندية مع العنب. ولا هندية مع التين. ولا هندية مع فواكه أخرى نعم لأه啥. لأنها غنية بالماء. نعم. غنية جداً بالماء ولكن طيبة من اللي كانت طيبة كتلو لحمراء كتير هذه كتنضج لكاترة يكون فيها أنزيمات ويكون هي العالية من اللي كانت إسهال معنى إسهال إسهال يعني ماء زائد أملاح معدنية صحيح أنها غنية بالماء وغنية بالأملاح المعدنية ولكن المشكلة ديال الحصى هذا المشكلة ديالنا والداخل لا يمكن بعض الأشخاص قدرهم إسهال وبعض الأشخاص قدرهم أمسك مع عفشار حسب تكون هذا العالية لا نزكي علمياً ولو بعض الحالات الناس يقول لك راوقعوا ولكن نحن علمياً ما عندنا شهد شيء لا نزكيها شيء علمياً أن اللي معروفة عن الهندية أنه في بعض الحالات تقدير إمساك ولكن يجب إمساك آخر هذا كيكون الشخص تناولها مع شيء ولكن يكون الشخص عنده مشكلة ديال الماء معلزة الإلكتروليت يعني كيعمل دياري ما كيعماش إمساك هو نيت كيكون يعمل يعني من اللي كيتناول بعض الأشياء كيعمل إسهال ما شيء غير الهندية هذه حالات شادة وحالات خاصة خارجة عن علم التغذية اللي معروف أنها تتسبب أحد الإمساك حاد ولكن الإمساك حاد كيكون الشكل دياله كبير كياخده أحد الحجم كبير وربما تمزق الماء الغالي ربما تمزق المستقيم يعني نحن نتكلم بعلم فهذه أشياء تابتة علمياً اللي كتزكى علمياً هي هذه لأن بعض المرات كيجوا حالات طارئة المستعجلات فهذه الحالات ديال الإمساك كتير من المستوصفات في البادية كيجيوهم حالات أن الطفل الصغير كلا 40 ولا 50 حبا وقع له إمساك وأنه كيقول لي مشكل أنا كيقول لي مشكل يعني يكشير نعم لأنه قدروا يقعوا بعض التمزقات وذلك التمزقات قدروا يعتهوا التهابات وغنولوا في مشاكل أخرى فمن الأحسن يحذيو الناس مع الأطفال الصغار ولا أيها كلوهش ولي وحدها فقط ولا أيها كلوهش لللي وحدها ولا أيها كلوهش مع الصبح قبل ما يفطر ايه يقول لها مع الغدال وليها في العشية من كيكون واكل كي تكون معيدة مملؤة هي تختليت مع هذك الأكل اللي في أليه خشبية يعطيها للأطفال ليعطيهم عنه الهندية ما كانش مشكل إذا لم كان عنده تأشيئ غير Lebfic蛋 وليعطيوا الهندية ولكن يعطيهم معها العنب ولحتم معاها تين ويعطيهم معا الحساء الشعير ولا خبز ولا أشياء هكذا يكون فيها أليا خشبية كنظون لا تسيبها ما يكترش خمسات الحبات ولا ستة طفل ما نظنش يكون مشكل طفلية عشر سنين خمسة عشر عام ما نظنش يكون مشكل كباري قدروا يصلوا حتى عشر خمسة عشر إلا كانوا أكل في العشية على الخصوص ما كانش مشكل ولكن ناس يحضيوا باش يتفادوا هاتش الأطفال باش يكتروا لي من الهندية يعملواها عصير كيبقوا المكوينة نعم كيبقوا المكوينة هل تمنع الإسهل لا لا تمنع عليهم إسهل مثلا كيبقوا المكوينة ممكن تمنع الإسهل لماذا لأن الأشياء هي فيها واحد المادة هلامية هذا الصبار فيه واحد المادة هلامية هذه المادة الهلامية ترتب الأمع ترتب الأمع جيدا من اللي يأخذها الناس على شكل عصير سيلاحظوا على أن حتى البشرة دي لا تريد العلاج لأنه سيقول لتشانج سيقول لتبادل وامتصاص على مستوى القولون سيستفدوا من الأملاح المعدنية خصوص الأطفال الصغر أضيف معلومة أخرى أن المناطق اللي كانوا تستهلكوا في الناس الهندية بكثرة الناس كانوا أشداء منطقة تبقيت بعمران وكانوا أدكياء كذلك لأن المونغانيز كيخدم حتب لنورون كيخدم حتب للجهاز العصبي كانوا أدكياء وكانوا أشداء وكان النظر ديالهم ما كانش عندهم مشكل ديال العين يعني كان فيتامين A بكثرة المنطقة ديال الدكالة كنشوف أن الجسم ديالهم كان عندهم هذا الكمال الجسماني جيد العضلات وكانوا الناس كيخدموا ما كيعيوش وما كيعرفوش العياء ما هو وكانت الباريق ديال العين ديالهم جيد وكانوا أدكياء وكانت الجسم ديالهم متكامل الجسم ديالهم جيد هذا الأملاح المعدينية المونغانيز والمونغانيز كي نشط الخلايا العصبية ما كيخليش الجهاز العصبيعية ضد العية والمونغانيز كيعطي قوة معاها المانيزيوم والحديد والفوسفور كالسيوم لأن طبعا هذه القوة نعم حتى الكالسيوم وفوسفور كيزيد في قوة الجسم كيزيد في بأس في بأس الجسم ثم هذه السكريات دياله 14% هي كافية الجسم طاقة دياله باش يأخذها يعني ما كيوقعش واحد نقص على مستوى يعني تآكل أزوط الداخلي يعني فهذا فهنا ما ما كيش مشكل ما كانواش كيكلوا على الهندية طبعا كانوا كيكلوا أشياء أخرى city al-hlahan الماء كانوا كيكلوا شاعير لمنطقة الرحمنا منطقة الرحمنا كانوا كيستهلكوا شاعير بكثر نطقة ديالدوك كانت الهندية كتزا من مع الطين ومع العينب الحمر وكان عندهم القرع الحمراء وعندهم احتي الفولوج في هذه المناطق وعندهم بي بي بلدي كيستهلكوا بي بلدي و게 جاج البلدي يعني رجل واحد لا لأنظمة الهبدية لمontin بعد س Diالة في المناطق الشمالية لا يستهلكوش كثيرا في الشاونتي طوال ومثلما هي عندهم هندية وعندهم كل شيء كمية يستهلكوش بكثرة مع الأسر كتخوفهم شوية لأن في الشوك في هذا المناطق أخرى تازا كي نحتل منطقة الشمالية موجدة هي الهندية كينا في جميع المناطق هندية لم يكن شغل في منطقة واحدة هادول استهلاك ديال بالعكس استهلاك في الشمال لشوية نقصة منطقة الشرقية استهلكوش ولكن أكبر استهلاك استهلاك الناس يمكنك خافوا غير ذلك الأعضاب ولكن أكبر استهلاك كان في سخور رحامنا وفي دكالة وفي أعتباء عمران هذي أكبر منطقة استهلاك ديالة وكان بجاعد المنطقة ديالة هي عندها صبار ديالة قسار صبار ديالة بجاعد ممكن تتلعش بزاف وعندهم هندية تامرة في بجاعد المنطقة ديالة قس بالتادلة عندهم هندية جيدة يعني كونسيطان وهذه المناطق على أنواع مع المرات القوى مشوكة بكاترة مع المرات القوى ملسى كلها جيدة جميع الألوان وهناك نوع صغير وهذا لم يكن لديه نفس المكونات التي كانت في الهندية التي كان عرفها ما فيش حتل ديالة الحصوات الداخلية ما فيش هذه النواهات كي يكون صغير وكي تعطل ما فيدخل حتل حتل حتتت صبحة حتتت صبحة هذا يعني فيه مكونات خصوص فلافونودات بكاترة لدرجة أنه كانوا يجفوه ويسحقوه ويزيده ملوين غذائي طبيعي كانوا يلونو به الأغذية بحل تحميرها ولكن هو جيد وفيه غني بالفلافونويدات ولكن المكونات الهندية لا يوجده ويمتاز بالفلافونويدات بكثير لأن اللون دي له عكري شوية يكون هذا الأحمر القاتم وهذا تهواتي تستهلك ولكن هذا لا يسبب أي خطر بالنسبة للقضية لإمساك الأحد إذن لسمحتي دكتور خليجة قصايب تشاري له وراء الزجاج أن هناك مكالمة ألو السلام عليكم أهلا عليكم الإسم الكريم بحمد فاطيما أهلا بحمد فاطيما من أي مدينة؟ من أي مدينة فاطيما أهلا بك أهلا بك أتفضلك أبغت نسوي على تشكل دي الهندية وش مصقر يسعمل لهذا نعم يعني تقريبا هذي نسب ساعة وإحنا كنت حدثوا على هد نعم مشي مشكلة عادل تحقصي باستماع البرنامج ولكن مشي مشكلة غادي الدكتور غادي يعود يذكر شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك نعم جيد لأن نعم ولو أنها غد نكرر ولكن سؤال في محل ولماذا لا ولماذا نكرر ولماذا؟ لأن الناس كيشوفوا أن الهندية حلوة وكيشوفوا أن تقولك ما تضرش أصحاب السكري بشي كنت تخفص به ما تضرش أصحاب السكري لتناولوها في حدود كيش مشكلة لأن حتى أصحاب السكري رخصهم يأخذوش أشياء حلوة بوحد كمية قليلة باش السكري ما يهبطش لأن السكري لاهبط حتى السفر خاص إلى خمسات واللي كاريتا فما الأحسن يشوفوا هاد ناس ديال السكري يشوفوا الأشياء اللي تضرر ماذا هو الأساس نعم لا بديش نقول له واش تصلح ولو ما تصلحش ولكن ناس ديال السكري ما يبقاوش يطرحوا أسئلة هاد شكل واش ناكل لدينا ما ناكل يشوف هو الجسم دياله الأشياء اللي كتطلع عليه السكر النظام الغذائي اللي كيدرره والنظام الغذائي اللي كيناسبه هذا هو أحسن علاج بالاستعانة مع الأذوية اللي يعاطيه الطبيب الأقراص ولا لانسولين طبعا من اللي يشوف السكر دياله وصل الواحد يعود يستشر مع الطبيب ويبقى مع هادك النظام يستشر مع الطبيب واش هادك الدواء يحبسوا اللي ينقص منه ولا إلا كانت مثلا برأي ردها غير أقراص ولا أشياء كانوا أقراص يدير غير ريادة ويزوروا طبعا باستشارة نعم هكذا هذا هو الصح أما نبقاو نسولوا واش ناكل هدي ولا ما ناكل نعم ديما القادية في الكمية الهندية قلنا لا تضر أصعب السكري في حدود إذا الشخص مثلا خاجج حبة لا تضر كلها لحسب بشرط ما تناولش معها سكريات أخرى لاخدامها تمار ولا لاخدامها عنب ولا لاخدامها أشياء أخرى خلوة ناقدي وليه مشكلة وليه مصيبة ماشي مشكلة فمن الأحسن إذا كانت ناول غير الهندية ما فيها بس ياخدوش حبات وثلاثة وذين ما عنده تم مشكلة بالعكس لا تضر أصحاب السكري يا من الفواكيل المنصوح بها البرتقال والتفاح والهندية والرمان هذه أشياء لا تضر أصحاب السكري لماذا؟ لأن فيها مكونات فبوتس ومثلاثة ومثلاثة كتخلي هي المشكلة التي كان في البوست برانديال السكر لبعد الأكل التي تكون وجبة دسمة أي فاكهة خذها الناس مع وجبة دسمة تطلع السكر هذه الناس التي تخصونها هذا هو الأساس لأن الطعام السكري ونباتي يخصون يكون نباتي متياز الألياف الخشبية والأملاح المعدينية هذا هو الأكل للأسحاب السكري إذا أخذها دسمة إلى الشخص شوان سكيلو للحم واخدها معه أي شيء السكر يطلع أي شيء أي شيء يعني فهنا الناس تخصون إراعي وطبيعة الأكل لذلك قلت إذا ما كانوا مع سكرية أخرى لما كانوا معها دسمة فلا أظن هي الأشياء الأبحاث العلمية الآن التي كان عليها كما أقول دائما الآن ولا تشبكة العنكبوتية ولا علم ولا علين ولا التواصل الاجتماعي مواقع دير التواصل الاجتماعي ولا أشياء هذا ما قاش للأشخاص يقدروا يجيبوا أشياء مغلوطة إذا جاء بغراء قد يتصح فأظن أن ما كان مشكل الأصحاب السكري ممكن يتناولون الهندية كما يتناولون البرتقال والتفاح والفواكيل أخرى ما كان مشكل حتى الآن بعد الفواكيل اللي كان من صحبها من قبل الآن موقعش حال دلاح اللي غن ديروا عليها حلقة إن شاء الله حال البطيخ الأحمر كان لماذا لأنه عنده لانديس غليسيمي كتوى تكون مرخف ولكن الناس يأكلوا من صدلاح طبعا الكمية هنا سيضر أصحاب السكري يضر من دلاح رغم أنه في الميدان الصحي ولكن أنا لا أنصح بي هنا كان مشكل لأن طبيعة الأكل وش فيه ذسم ولله وش كتر ولله وش يضرب ولله يعني شحال كال ثم السكريات الإجمالية شحال كال مع الهندية لا أظن أنها تشكل أي خطر بالعكس يا جيد الأصحاب السكري دكتور سنرجع معك الورقة أو كما نقول الدرق الهندية ولو أنك رفضت ديتا عنها غير إشارة أنا يعني شفت طريقة كيدروها الناس في البادية بش يعالجوا هذك السعال السعال يعني اللي كي بقاش عنده تنفس كبير كي ياخدوا واحد الورقة أو ذاك التلفة الهندية وكي شقوها وكيرشوف منها سكر وكيخلي ودو حتى الصباح ولكن من خلال ذاك الماء اللزيج اللي هي فيها شي مادة اللي كتمنع السعال ولا هذه ممارسات نعم والممارسات يعني في الميدان الطبي كي يعزيها الشفاءات الحالة النفسية فقط أن من ناحية العضوية وعلميا ليس هناك ما يتبط هذه الأشياء ولكن هذه الممارسات نحن 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 نكذبها لأن الناس كيمارسوها 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 بالعكس وجيد لما لا إلا كانت تحبسات الكحبة كيف نحن ولكن من الناحية العلمية ليس هناك تزكية من الناحية العلمية ليس هناك بالعكس الأشياء الآن التي تتزكى علميا بالنسبة للسعال هي الثوم والبصل لأن فيها سيلفيدات هي التي تصخن الجهاز التنفسي العلوي والتي تحبس الكحبة وزيت الزيتون تخلط بجوش يكون أفضل والأشياء التي تصخن الجسم تقع الأشياء التي تتعرق وتتعطي خرارة شوية من السعال شريطة لا يخرج الإنسان يتعرض للبرد لأن لا يتعرض لمن ناحية العسل فهذه نعم ممارسات ولكن علي سؤال جيد لما لا لأن نوضح الناس فأنا لي رفض نخص حلقة لهذه الظلفة الهنية الأوراق الصبار لأنهم داخلين في الخضر وليس الفواكه وداخلين حتى في التجميل لأن الفاكهة أشكل والخضر أشكل فكتر مثلا الكلام على هذه الأشياء وما يكتر الكلام على واحد المادة يعني طبعا يعرفوا كتولي فتنة تصبح فتنة في السوق وعلى ثاني تكون مفاهيم مغلوطة هي ليست أحسن من الخضر الأخرى للناس ناسينها اللفت المحفورة واللفت الصفرة والملوخية الملوخية مثلا البامية هذه يعني عدنا في المغرب لشكل أنواع كأنه نوع كبير في تافيلالت يعني في قصر السوق البامية هي خضرة ما شاء الله بالنسبة لناس اللي يعدهم السكر والناس اللي يعدهم حتى الدورة الدموية والناس اللي يعدهم شحون في الدم وهذه هذه البامية جيدة ولكن المغربية ما كيكلوش الملوخية يعني ما كيبغيوش يلا فينا واحد مركش ونحتف فينا واحد راشدية وشوية هنا في الرباط ما كيكلوش في السلاة شوية فلا كيكلو أكتر من الرباط ولكن الناس ما كيكلوش الملوخية مشي الشخص السوق القلب الملوخية ما كي يعرف وهو لماذا لأنه لم يسمع عنها أي شيء ولكن سامع عن بعض الأشياء الأخرى التي لا يحبها ولكن لأنه سامع عنك يبدي قلب عليا عوض ما تكون نصائح تتحول إلى تضليلات هذا هو إغراءات فنحن نريد نصائح ولا نريد إغراءات ننصح بالشيء على أنه أكل عادي جيد وينفع البشر إذا كان طبيعي ولكن لا تكون هناك إغراءات وإلا ستتحول إلى تجارة وإلى تضارب إذن هذي إيمان اللي معكم أهلا إيمان مرحبا بك صديقة البرنامج فضلي لا أخذك للا أريد أريد أن نسؤول لدكتور أن لديهم مشكلة المصران لديهم مرد المشكلة المصران يقول بأن هم يأكل هكذا تسبب لهم الإمساك نعم أريد نعرف ماذا هذا صحيح واذا هكذا يبكلي هما يسبب الإنساك وبغيت نعرف لك أن هي فائدة للبات إذا يأكل الإنسان لها هذا الإنسان يعني مدى مشكلة مثلا إذا يأكل إذا ممكن تلخيص ما قلناه في البرنامج من خلال سؤال إيمان الشكل الذي تستهلك عليه هذه الهندية معروف أنا متعد تقشر التكال مباشرة الكمية لا يوجد مشكلة الإمساك يأكل كمية معقولة ولكن بعد الأكل ولا تكون مع الأكل لا تكون لها لأن هي تدير واحد الديزيدراتيون في الإمساك حاد في الأمعاء لأشخاص الذين يأكلوا إمساك لا أحسن لا يأكلوا مباشرة يأكلوا عصير لا أحسن يأكل عصير يطحنوها ويزولوا هذا ويزيدوا معاقع شوية الماء ويجراب صفار مزيان ممكن نضيفوا معا ليمون ممكن نضيف معا أي فاكية نعم وهذه الهندية تين الشوكي لا يريدون يخليه كثير لأنه يتخمر بسرعة ليس أكثر من أربع ساعات ساعتين تشرب مباشرة الناس يطحنو يشربو مباشرة أنا سأخبر الأمر على الناس يعانيهم فخلاصة هذه الفاكهة أولا أنها فاكهة طبيعية وأنها موجودة بكثرة في المغرب بجمع أنواعية ليس هناك أي مشكل بالنسبة للنوع أنها موسمية فصلية لا تكون إلا في فصل واحد وتكون في فصل الصيف وهذا هو الفصل اللي خاصة تناول فيه يمكن تزيشي مثلا تزيشي 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 لكن بعد الأنواع ما كانت طيب حتى لشهر يتناولوها أيتباع مران كالجهة تزيشي تزيشي أن المشكل الآن أن الخبر الناس يتهفتوا على الزيت العظام هذه النواة زيت الهندية زيت النواة الهندية الأشخاص يقول لك أنه زيت جيد وأنه يصدر وأنه باهد التمنى ولكن أيتباع مران كلها لا فيا لتر واحد لأن الكمية ذلك الزيت لنجمع ذلك العظام لا نستفيد منها المغاربة لا يستفيدون من هذه الزيت وأن نصدرها بمئة مليون لا نستفيد منها يجب أن نستفيد من هذه فاكهة فصحة نحن أولى من جميع الأشياء خصوص الأطفال الأطفال يأخذوا من العصير الهندية حتى الجسم سيأخذ شكل جيد يكون رقاق وضعاف ويصخف وكذا إذا يأخذهم العصير الهندية يوميا سيلاحظ على أن الفاعلية المونغانيز والمانيزيوم والفاعلية الفوسفور والكالسيوم ستعطي فاعلية جيدة وهذه الفلافونويدات الليكينين مع الفيتامين أو السي لأن الأطفال خصم هذه الفيتامين الأثنين سيلاحظوا يجب أن نبقى نبقى على نهجنا الغذائي اللي كنا علي الهندية ركتك ركتك ليس هناك أشياء زائدة عند خارقة فهي فاكهة غير الناس يستفدوا منها يأكلوا يكتروا لا يبغوا يكتروا لا يمكن مشكل ولكن لنقلبوه ونقلبوه على تزيد الهندية ولا نعملو أهكا ولا نديرو أهكا الهندية تتكال على شكل عصير مباشرة حتى المربكين منطقة الجنوب يتبعوا مران حتى يتبعوا هذا ويبسوها وهذا أكناري كانت تطلق على الهندية ليبسة نعم وخد جفف تبقى جيدة ليس هناك لأنك ما يجفف تيل العادي يجفف تيل الهندية لا لن لن ولكن المكونات لالفيتامين سي كتنقص لأن هذا تجفيف ينقص من الفيتامين لأملاح المعدينية والبروتينات والأليف الخشبية والسكريات لا يوجد مشكل بالعكس أنا كنقول هذه الطريقة التي يعملها في المنطقة الجنوبية هي منطقة صائبة بالعكس أنا كنشجعهم يعملها لماذا؟ لأن التجفيف العرب كانوا يعرفوا غير طرق المصد صبير العرب يعرفوا طرق جوش الأساليب رغم أن دبوا خمسين أسلوب الأسلوب الأول العرب كانوا يجفوا حتى اللحم كانوا يعملوا قديد وكانوا يخمروا تخمر من توجهات الحليب والمسائل الأخرى وحتى الخمر قبل الإسلام وحتى الخل كانوا يدروا إما التخمر وإما التجفيف فقط هذا ما كانت معروف عنهم وكانت لابوا ردالة وكانت تمليح داخل مع التجفيف وكان القضية ديال تخمر وهي طرق الآن صائبة هي الأسلوب صائبة الآن في صناعة الحديثة فهذه المنطقة الجنوبية هذه ديال السوس يجفوا هذي أكناري لماذا تجفف وأظن أن الجفيف ديال حسن ما يصنع من المربى لأن من يعدل من المربى يزيد سكر هنا يقول مشكل هنا يقول مشكل لأن ممنوع المربى الهندية على أصحاب حتى أصحاب السكر يمكن يأكلوها ليس هناك أي مشكلة وأكثر من ذلك من اللي يبسوها أنا أوصي الناس بشكل النساء باش يطحنوها في الطحانة يطحنوها وتكال علش لأن من اللي تطحن ذوك العظماء ما كيبقوش يشكلو خطر تطحن وتوليها بحل دقيق ومسحوق وتكال هذا أكناري هذي يكون يكون جيد فجميع المناطق في المغرب فيها الشوكي بالنسبة العلماء والباحثين يخصون يعرفوا لأن جامعة كانت فيها سيمينار وملتقى حول هندية وتكون جمعية هناك وجاءت سيدة من الميكسيك وقالت أن الأصل ميكسيكي وهذا الخبار خرج من تم وده تداولت في الموقع يعرفوا الباحثين يعرفوا أن الأصل الهندية يرى المغرب ميكسيك وأن الاستعمالات التي كانت تعدنا الهندية كانت استعمالات صائبة لأن قبل ما يعرفوا حتى في العلم البيطارة كانوا الفلاحة قبل ما يربطوا واحد بما يعرف ها كانوا يتحنوا الضرقة ويشربو ها لها لماذا لأن تقتل الطفيليات الديدان التي كانت في الأمعاء هذه الباهيمة حول أو طور أو كانوا يشربو هذا الضرقة عادي يربطو يعرف الآن لأن ندل أدوية لأن نحق لأن نقتل الطفيليات نعلف طرق طبيعية ممكن نعلف الحيوانات التي ممكن نقضي على هذه الطفيليات لا يجعل الحيوان يسمن فالاستعمالات البيطارية والاستعمالات الغذائية والاستعمالات التي كانت عند المغارب رأيها مازال الناس لا يوجد أي مشكلة حتى الظلفة الأدن الهندية هذه ممكن ناكلها وليس نتحدث لها حلقة كاملة لتكلم عليها وربما تكون مفاجأة لناس أكثر لأن هي خضرة وليس فاكية هذه الهندية هي خضرة وليس فاكية وما أن الهندية باللون الأصفرية معروفة بالفلافونويدات معروفة بالأملاح المعدينية والبروتينات جميع الفئات وجميع الأشخاص بما في ذلك المرضى يستهلكوا الهندية والرياضيين يكون أحسن والأشخاص اللي عندهم المباراة واللي يسمعوا هذا البرنامج يحسنوا قليلا من قوش تابعين نحن نقلوا من الغرب المذربين خاصوا يديروا أشياء ديانة نحن عدنا علماء ونحن عدنا سئين أنا معمر شي مدريب الفريق التصلبية باش يقول لي يشنا نعطي الفريق ديالي باع الأسف شديد ولكن يسؤول حتى ولو جاء طبيب من فرنسا أو من بريطانيا أو من ألمانيا لا يمكن ينصح الفريق الوطني بذلك اللي يأكل لأن هذا الطبيب يكون في ألمانيا عنده من توجات ديال وتم من اللي يجي ولا نسأل لا نريد إلى وجه الله من هذه الأشياء كلها فطبعا لا نريد إلى وجه الله هذه رسالة نبيلة هذه تعتبر واجب وطني من الأشياء اللي ننمي بها لمن توجد ديالنا نوري هذا المواطن لمغربي الأشياء اللي تحترج له واللي هي صائبة واللي صحة تبقى على أحسن حال إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فإن وفقنا فمنه سبحانه وتعالى وإن أخطأنا فمن أنفسنا وإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا ويعني حتى الناس ملاحظة ديالهم إلى كان هناك خطأ فنحن بشر ونحن كل البشر خطأ لكن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق بإذن تعالى إذن شكرا لكم دكتور على كل هذه المعلومات القيمة وعلى غزير علمك وسعة صدرك في إعطائنا وتقديمي لنا النصائح المفيدة شكرا لكم